موسيقى لا يزال علي بشير تاور القيادة بحزب الأمة القومي عضو المكتب السياسي للحزب بولاية النيل الأبيض لا يزال معتقل لأبتر من خمسة شهور لدى جهاز الأمن وكان جهاز الأمن اعتقل تاور وهو أيضا عضو الهيئة المركزية لحزب الأمة اعتقل في شهر 11 الفات في مطار الخرطوم لما كان جراجع من دولة جنوب السودان من مهمة رسمية تتعلق بعقد مؤتمر للسلام والتعايش بين القبائل في مناطق التمازك وقالت الدكتورة مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة القومي قالت لراديو ذبنقة ان اعتقال تاور يكشف عن عقلية النظام اللي بيشوف في كل داعية سلام عدو لها ولا تزال أسرة تاور لا تعلم بمكان وجوده ولم توجه له أي تهمة ولم يقدم للمحاكمة واضافت الدكتورة مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة القومي لراديو ذبنقة في هذا الخصوص نشنا من حزب الأمة عندنا الحديد حتى الآن اعتقل الحديد علي بشير تاور السلاني من مناطق جنوب بحربيب وهو عدو مكتب سياسي لحزب الأمة القومي في بحربيب وذول ناشطان وولا جعل عدو قائل في المركز في لجنة السلام لجنة مؤتمر السلام وذول عنده علاقات واضعة من الناس اللي بيعملوا عمل كدير جدا لمسألة التعايش السلمي ما بين القبائل خاصة القبائل المناطق التماث اللي نشنج علينا بكون مناطق التماث جمع بيننا وما بين أهلنا في جنوب السودان والأساسي أبدا كان بيعمل ولا جعل بيعمل في مسائل السلام ما بين القبائل وما بين مناطق التماث ثم اعتقالوا لأنه مشا في عمل من هذا النوع عمل فيه سلام للأهل سلام للبلد وثم اعتقالوا من طبال السوقات الأمنية فسي الآن فترة نزيت عن 24 أسبوع ولا يوجد ما تزيوتهم ولا يعني عاملين عليه تأكيد من كبيره دي دي بورد للبط العقلية بتسود هذا النظام الناس بيزعوا للحرق بيزعوا لتفريس الحرق بيكون عدو مدفور البعشر كلهم يتعلي السلام فيه عدد من الإحباب برضو ما زال معتقالين من شباب القوى السياسية فيه الأستاذ غالد خيفور رشايد من قوى اتحادية معتقال برضو من يوم 18-3 فيه عدد من القيادات الشبابية خاصة من الأهل من دافور بزاعة طلاب ديال يعني ساجنين لهم بكميات كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر